احتفال تركيا منذ اسبوعين بالذكرى الثالثة لمحاولة الانقلاب يعيد الى الواجهة مأساة التعذيب في السجون التركية فمنذ الانقلاب الفاشل سجلت شهادات وتقارير من منظمات حقوقية تؤكد تنفيذ عمليات تعذيب ممنهج بأوامر من ضباط في الجيش التركي بالضرب المبرح والاعتداءات الجنسية والشتائم والتهديدات خلال التحقيقات وبإجبار المعتقلين على اتخاذ وضعيات مهينة وتركهم في اماكن شبه عارين وفي اوضاع غير انسانية تنفذ عمليات التعذيب التي تستمر انقرة في نفي حصولها اشتركوا في القناة ومعنا من لندن مدير تحرير احوال تركية السيد غسان ابراهيم اهلا بك سيد غسان معنا على سكاي نيوز عربية سيد غسان بعد اذي بدأ يعني ما حصل في تركيا ربما هو الاخطر على ملف حقوق الانسان في هذا القرن ومنذ عصور طويلة في الواقع هنا اريد ان اسألك ما مدى قساوة ما يحدث الان على الالاف من الاتراك الذين سجنوا من الحزب الحاكم بسبب مسألة الانقلاب او تم التخلص منهم كمعارضين بسبب مسألة الانقلاب واقضوا سنين بلا محاكمة ما اوضاعهم في السجن وما مدى قساوة هذا الوضع للأسف الاوضاع سيئة جدا في تركيا بخصوصا ملف حقوق الانسان خصوصا اساءة التعامل مع السجناء ولسيما ان اردوغان قام بتوظيف الانقلاب الفاشل بطريقة بشعة جدا انقلب على خصومه على حلفائه السابقين اردوغان لم يستطع الوصول الى الحكم دون حلفائه جماعة قولان الاسلامية لا تختلف كثيرا عن حزب العدالة ولكنهم تحالفوا معا حتى وصلوا الى الحكم ولكن يبدو اردوغان نزعته الانفرادية ونزعته التي دفعته لان يكون الرجل الحاكم الوحيد انقلب على حلفائه السابقين وزجهم بالسجون وزج أيضا كل شخص عارضه باستخدام قانون مكافحة الارهاب مع العلم انه هناك في سجون تركية اعداد كثيرة تتراوح بين 250 الف الى الاربعمائة الف سجين بينهم فقط الف سجين من داعش والباقي هم مدنيين او سياسيين اطفال او نساء كبار بالسن هم من اعراق اخرى كاكراد كارمن اعراق متعددة فبالتالي اردوغان استخدم هذه الوسيلة ليقمع كل شخص يقف بوجهه تقارير اممية تقول ان تركيا اصبحت اكبر سجن في العالم لطالما كان الغرب ينتقد الصين اليوم اصبحت تركيا التي هي تعتبر سابقا شريك للغرب اصبحت اليوم اكبر سجن في العالم باعترافات غربية هناك قمع للصحفيين قمع لأي سياسي يحاول ان يقف بوجه اطماع اردوغان سواء كان من القوميين سواء كان حتى من الاسلاميين كحالة جماعة غولان فبالتالي عملية هذه السجون لا احد يعلم ماذا يحدث هناك نسمع بين الفترة والاخرى من بعض نواب البرلمان التركي يقولون هناك تعزيب بشعة اعتداءات جنسية هناك اعتداءات اخلاقية هناك سليب بشعة بكل ما تحمله هذه الكلمة بالاضافة ايضا وجود اطفال وشيوخ بالسن هناك حوالي من فترة تحدثنا الى شخص عمره ثمانين عاما كرديا اعتقل بدون اي دليل بتهمة انه من حزب العمال الكرد الساني وهو شخص كان في ذلك الوقت حوالي خمسة وخمسين عاما او ستين عاما وخرج وهو في الثمانينات فبالتالي لا احترام للعمر لا احترام للطفولة لا للنساء ولا لكبار السن طيب مسألة سيد غسان الجانب القانوني يعني الكثير منهم الى الان لم يستطيعوا حتى تعيين محامي او ايجاد محامي للدفاع عنهم وكلاء النابل يرفضون حتى القضاء يعني مسألة معقدة يعني بعض الاحصائيات تحدثت ان جميع من دخلوا منذ بعد شهور بعد الانقلاب لم يستطيعوا الخروج الى الان البعض لم يتم محاكمته في اي جلسة محاكمة ما الوضع القانوني الحاصل لهؤلاء الان صحيح للأسف حتى المحاميين ومدافعين عن حقوق الانسان يخشون انهم اخذوا موقف للدفاع اقصد ان كانوا داخل تركيا للدفاع عن هؤلاء السجناء يخشون ان يتم ان تقوم حكومة اردوغان باتهامهم بانهم موالين للارهاب لانه ببساطة اردوغان عندما اعتقل المئات من الالاف اعتقلهم تحت تهمة محاربة الارهاب فاصبح حتى المحاميين ومدافعين عن حقوق الانسان يخشون من التدخل في ذلك مع الاخذ بعين الاعتبار ان القضية ليست فقط في السجون هناك حوالي ستمائة الف مواطن تم فصلهم من اعمالهم هم تحت الرقابة كلهم ايضا بتهمة الانقلاب دون وجود اي دليل وهؤلاء اصبحوا معزولين حتى اجتماعيا اصبح الرعب والذعر في تركيا يدفع المواطن التركي من عدم الحديث الهلاء فما بالك بتوزيفهم فبالتالي نحن نتحدث عن ما بين اربعمائة الف في السجون ستمائة الف متهضين خارجا اي هناك مليون شخص ليس لهم علاقة لا بداعش ولا بأي شكل من اشكال الارهاب بينما من لهم علاقة بارهاب فقط في سجون تركيا الف بينما تركيا الجميع يعلم انها اصبحت وكر للارهاب الحقيقي وهو داعش الذي يسرح ويمرح وينتقل الى سوريا الى العراق والحكومة التركية لا تقوم بفعل شيء بينما الذين يعارضون حكم اردوغان يوضعون في السجون فعلى سبيل مثال زعيم السعيب السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي ديمرتاش صلاح الدين ديمرتاش فقط نجح بالانتخابات فشعر اردوغان بالذعر فوضعه في السجن بتحت ايضا قانون الارهاب فبالتالي اردوغان يسيء استخدام هذا الموضوع لا يوجد احد داخل تركيا يستطيع ان يساعد هؤلاء خوفا من ان تطاله ايضا هذه التهمة بالاضافة ايضا يعني عملية هذه السجون التي تتوسع هناك في تركيا اربعمائة سجن كل من هذه السجون مكتزة بطريقة غير قادرة على استيعاب المزيد فبالتالي بالاخذ بعين الاعتبار ان اكثر من نصفهم لم يتم ايضا اصدار قرار بالمحكمة هم في السجون دون اي قانون يعني مبدأ قانوني هم في السجون بالرغم ايضا ان حكومة اردوغان لم تقم باي عمل جدي لضمان تطبيق العدالة لهم طيب سيد غسان بعيدا ربما هؤلاء الاشخاص الالاف الذين سجنوا سواء من نساء او حتى يعني ذكور او حتى يعني كبار في العمر والذين قضوا سنوات في خدمة تركيا ما اوضاع ابنائهم بالخارج عوائلهم لان الكثير منهم فصلوا عن العمل تم ايقاف رواتبهم ما اوضاعهم لا يسبب ضغطا ايضا على الجانب الحكومي او جانب الحزب في هذا التوقيت بالتأكيد يعني سياسات اردوغان القمعية التي واجهت هؤلاء اغلبهم كانوا اما اساتذة في المدارس في الجامعات موظفين في الخارجية موظفين في الجيش او عناصر في الجيش نفسه ايهم مؤسسات حكومية هناك مئة وثمانين الف من الشخصيات رفيعة المستوى بشكل او باخر من الموظفين رفيعي المستوى تم فصلهم او بعضهم تم سجنه ايضا فبالتالي هؤلاء عائلاتهم دمرت لا يستطيعون القيام باي عمل هذا دفع الى زيادة الكراهية نحو اردوغان وشهدنا ذلك عندما حدثت الانتخابات في اسطنبول خسر الانتخابات حاولت تزويرها اردوغان واعادة الانتخابات فخسر اكثر هذا يؤكد ان من كان يوالون اردوغان والمقربين منه عندما تم قمع هؤلاء الاشخاص خلق النوع من الكراهية لهذا الحزب ايضا اخر استطلاعات الرأي اظهرت ان اردوغان كان لديه شعبية حوالي 55% سابقا الان شعبيته بادنى مستوياتها وتعادل حوالي 35% فقط فبالتالي ان حدثت اي انتخابات قريبة جدا لن يستطيع اردوغان ان ينتصر بها فبالتالي اردوغان الان بورطة يحاول التهرب من ازمته هذه الداخلية بالهروب نحو سوريا باشعال معارك مع الاكراد لجمع العنصريين الاتراك معه ليحاول انقاذ شعبيته بملفات خارجية بعد ان فشل فعليا داخليا وخارجيا واصبحت سمعته باسوأ حالاتها واصبح حزبه متشتت الان نشاهد انفصالات من حزبه انشقاقات من حزبه ليحاول بعضهم تشكيل احزاب اخرى منشقة عنه كل هذا نتيجة سوء استخدامه للعدالة سوء استخدامه للتنمية بالرغم ان حزبه حزب العدالة والتنمية اسمه اشكرك كان معي من لندن مدير تحرير احوال تركيا السيد غسان ابراهيم شكرا جزيلا لك